اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذاهبون الى الشام ندب المسلمين وقال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها فانتندب الناس وخف بعضهم وثقل بعض وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا هكذا بدأ الامر ابو سفيان حين دنى من الحجاز بدأ يتحسس الاخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على اموال الناس حتى اصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر اصحابه ذي العير ولك فحذر ابو سفيان الان ابو سفيان انطلق من مكة الى الشام وهناك في هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه لكن في طريق العودة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز له وابو سفيان كان حذرا وكان فطنا فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منه هذه القافلة فلما علم ابو سفيان بهذا الامر استأجر رجل يقال له ضمضم بن عمر الغفاري فبعثه الى مكة وامره ان يأتي قريشا فيستنفرهم الى اموالهم ويخبرهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض ذاها في اصحابه خرج ضمضم سريعا الى مكة وقبل قدومه قبل قدوم ضمضم رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم الى مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها فبعثت الى اخيها العباس ابن عبد المطلب انظر الى الحوار العباس قبل ان يسلم وعاتكة قبل ان تسلم والحدث العظيم الذي سيكون وهو غزوة بدر كلها ترجمت في هذه الرؤية فقالت له يا اخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا افضعتني وتخوفت ان يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم علي ما احدثك قال لها وما رأيتي قالت رأيت راكبا اقبل على بعير الله حتى وقف بالابطح ثم صرخ باعلى صوته ألنفر يا لغدر لمصرعكم في ثلاث فرأ الناس تقول فأرى الناس اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل بعيره به على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألنفر يا لغدر أو ألنفر يا لغدر لمصرعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس ابي قبيس فصرخ بمثلها إذن ثلاث صرخات صرخ بهم ويقول لهم انطلقوا إلى مصارعكم بعد ثلاثة أيام ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة قال العباس والله إن هذه لا رؤية وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد لكن الإنسان في قلبه تبدأ الكتمان السر يغلي في جوفي حتى يخبر بها من يأوي إليه ثم خرج العباس فلقي الوليد من عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشل حديث حتى تحدثت به قريش إذن السر إذا خرج من إثنين انطلقا في هذه الأرض قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤية عاتكة فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب ما تحدثت فيكم هذه النبية قال قلت وما ذاك قال تلك الرؤية التي رأت عاتكة قال قلت ما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نسائكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكون حقا ما تقول فسيكون وإن تنظي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب فكذا أبو جهل أراد الانتقام قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا قال ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني إذن العباس رضي الله عنه لم يجد مجالا أن يصدق مع أبي جهل لأن هذا الحدث كبير جدا وخطير جدا فطر أن يقول ما حدث من ذلك شيء فلما عاد إلى البيت جاءته نساء بني هاشم فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت إذن عاتبت النساء العباس قال والله لقد فعلت ما كان مني إليه من كبير وأيم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفي أنكم فغذوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لا أمشي نحوه أتعرض له ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر العباس أراد أن يقاتل أبا جهل إذ خرج نحو باب المسجد يشتد أبو سفيان أبو الفضل وهو العباس وأبو جهل لما وقعت عين أحدهم إلى الآخر ذهب إليه ليبطش به لكن أبا جهل انطلق إلى جهة أخرى فماذا قال العباس قلت في نفسي ما له لعناه الله أكل هذا فارق مني أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمر الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه هذه صفة النذير الذي بلغ الذروة في النذارة وهو يقول يا معشر قريش اللطيم اللطيمة أمالك مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال فشغليني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر فتجهز الناس سرعه وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرم التي أخذ عبد الله بن جحش والله ليعلمنا غير ذلك وذكر موسى بن عقبى رؤياتك كنحو من سياق بن هشام فلما جاء ضمضم بن عمر على تلك الصفة خافوا من رؤية عاتكة فخرجوا على الصعب والذلو إذن تحققت رؤية عاتكة عمت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجل وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها إذن كل قريش خرجت ومن لم يخرج أخرج عنه رجل وكان أمي بن خلف قد أجمع القعود وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلة فأتاه عقبة بن أبي معين وهو جالس في المسجد بين ظهرين قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استأجن فإنما أنت من النساء أراد أن يستحثه فما كان من أمي إلا أن قال قبحك الله وقبح ما جئت به ثم تجهز وخرج مع الناس هكذا كان أمر أمي إذن هذا الأمر العظيم الذي حدث والجليل الذي تجللت به هذه الأحداث أمي بن خلف كانت له قصة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كل إنسان بما سيكون لكن قدر الله غالب سبحانه وتعالى يقول عبد الله بن مسعود يقول أن سعد بن معاذ كان صديقا لأمي بن خلف وكان أمي إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرة فنزل على أميه بمكة فقال سعد لأميه انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك قال هذا سعد قال له أبو جهل ألا راك تطوف بمكة آمنة وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمة هكذا هدد أبو جهل سعد بن معاذ وسعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار سيد من سادات المدينة فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لا إما نعتني هذا يعني يقصد البيت لا أمنى عنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة يقصد طريق الشام فقال له أميه لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي هنا انطلقت الشرارة التي قدحت في قلب أميه لكن القدر سبق قال سعد دعنا عنك يا أميه فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال بمكة قال لا أدري ففزع لذلك أميه فزعا شديدا فلما رجع الأهله قال يا أم صفوة ألم تري ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي فقالت له بمكة قال لا أدري قالت له امرأته والله إن محمدا لا يكذب فقال أميه والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عيركم فكره أميه أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا الصفوان إن كما تيراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشتري أن أجود بعير بمكة ثم قال أميه يا أم صفوان جهزيني فقالت ذكرته الآن بكلمة سعد قال يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثر بي قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريب فلما خرج أميه أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرا يربط بعيرا حتى لا يمضي معهم فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببتر إذن قدر الله غالب سبحانه الآن انطلقت قريش لكن كان بينها وبين بني عبد مناه من كنانة بينهم وبين بني بكر بن عبد مناه من كنانة من الحرب يعني كان بينهم مشكلة كانت الفجار وما سابق من الحروب فخشوا من ذلك وخشوا أنهم يؤتون من خلف وكانت الحرب هذه سببها ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا وخاض بسيفه في بطنه ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخاف بن قريش من ذلك فتصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولتكونك الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب سبحانه وأيضا قول تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنص فر ذاهبا فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم وعدهم ومناهم لذلك يعني كان إبليس ما يعدهم إلا غرورا قريش لما خرجت خرجت على الصعب والذلو في تسعمائة وخمسين مقاتلة معهم مئة فرس يقودونه ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين به جاء المسلمين وأيضا كان المطعمون من قريش كانوا يطعمون يوما ويوما إذن قريش كانت تنحر في اليوم منذ خرجت من مكة كانت تنحر عشرة من الإبل أبو جهل نحر لهم عشرة ثم نحر لهم أمية بن خالف بعسفان تسعة ونحر لهم سهيل بن عمر بقديد عشرة ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما فنحر لهم شيبة بن ربيع تسعة ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيع عشرة ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه بن الحجاج عشرة ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرة ونحر لهم على ماء بدل أبو البختري عشرة ثم أكلوا من أزوادهم إذن كل شريف من أشراف قريش كان ينحر عشرة فلما انتهى أكلوا من أزوادهم ولذلك كان المنصور عير النفس الزكية بذلك قال لو لا فعل العباس لظلت علينا وصمة عار لأنه من بني هاشم الذي رفع عنهم النحر يومئذ يقول أبو بكر الهوذلي كان مع المشركين ستون فرسا وستمائة درع وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان وستون درعا انظر إلى إمكانيات النبي وإمكانية قريش لكن الله هو الذي ينصر هذا ما كان من أمر هؤلاء في نافيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدب هذا بالنسبة لقريش بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالنس ورد أبا لباب من الروحى واستعمله على المدينة كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض وكان مع مصعب بن عمير وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان إحداهما مع سيدنا علي بن أبي طالب يقال لها العقاب والأخرى مع بعض الأنصار كانت راية الأنصار مع سعد بن معاد وقيل كانت مع الحباب ابن المنذر وكان على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخى بني مازن بن النجر وكان معهم فرسان إحداهما مصعب بن عمير وعلى الأخرى زبير بن العوام وقيل سعد بن خيثمة وقيل المقداد بن الأسود لكن ما كان فيهم فرس كما قال علي إلا غير المقداد وأيضا ما كان مع فرس إلا للزبير والمقداد يعني يوم بدل إمكانية النبي صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة جدا فرسان الزبير على الميمنة والمقداد على الميسرة أما بالنسبة للإبل كانت معهم سبعون بعيرا يعتقبونها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا وكان حمزة وزيد بن حارث وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا لاحظ إلى هذه التضحية العظيمة كما قال عبد الله بن مسعود كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لباب وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هي عقبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب مع أولئك الذي تقدم أسماؤهم فترة ويركب مع مرثد وأبي لباب وغيره عقبة لما كانت تأتي النوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يدعون النبي يمشي فقال النبي لهم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عن بدر أحد فيه قوة إلا بدرا يعني النبي يقول كعب المالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتي بالله أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ثم على ذي الحليفة ثم على أولاة الجيش ثم مر على تربان ثم على ملد ثم على غميس الحمام ثم على صخيرات اليمام ثم على السيالة ثم على فج الروحة ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدل حتى إذا كان بعرق الظبيا لقي رجلا من الأعراب فسأله عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا فقال له الناس سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فسلم عليه ثم قال لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه قال له سلامة بن سلامة بن وكش كلمة عظيمة فنتجاوزها غفر الله له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه أفحشت على الرجل ثم أعرض عن سلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسج سج وهي بئر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منها إذا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ طريق مسيره صلى الله عليه وسلم إلى الصفراء لما وصل الصفراء بعث بسبس بن عمر الجهني حليف بن ساعدة وعدي بن أبي الزغباء حليف بن بن النجار إلى بل يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعيره هذان صحابيا لما خرج إلى تلك البر واستقبل صفراء وهي قرية بين جبلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسماؤهما فقال يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ وسأل عن أهلهما فقيل بن النار وبني حراق بطنان من غفار فكره صلى الله عليه وسلم المرور بينهما لما تحملت أسماؤهما من معاني ليست بجيدة الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر قريش والعير قد فاتت قام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمان لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال صلى الله عليه وسلم خيرا ثم قال أشير علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار لأن الصحابة رضي الله عنهم حظمهم قرابة المائتين كانوا من الأنصار فقال لأنهم بايعوا عن نبي باعة العقبة قال يا رسول الله إن براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان النبي يتخوف أن الأنصار لا ترى نصرته إلا إذا دهم العدو المدينة لكن سعد بن معاذ قال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل فقال آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وعطيناك على ذلك عهودنا وموثيقنا على السمع والطاع لك فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرفت بين البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك من ما تقر به عينك فسر على بركة الله سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم من المهاجرين والأنصار فقال صلى الله عليه وسلم سيروا أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم ذلك كان ابن مسعد يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لن أكون صاحبه أحب إلي مما عديل به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد يقول بمسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عديل به وهو اللفظ الذي تقدم رضي الله عنه أصحاب رضي الله عنهم أصابوا غلاما لبني الحجات فأخذوه وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيع وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوا وكان صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فقال إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أيوب الأمصار رضي الله عنه يقول ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير سفيان يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمها إياكم خرج الصحابة رضي الله عنهم وانطلقوا لكن بلغهم أن أبا سفيان قد جازهم وهذه قريش قد جاءت بغطلها وقضيضها فكان منهم ما قال سعد بن معاذ وكلمته المشهور واخذ من أموالنا ما شيت وأعطنا ما شيء وما أخذت منا كان حب إلينا مما تركت وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لا إن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسرنا معك رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال النبي أخبرنا نخبرك فقال نعم إن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش فلما خرج أنته قال للنبي ممن أنتما قالوا نحن مما فقال الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق أمن ماء كذا فالنبي أوهمه صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بقريش وهم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل فقال النبي كم القوم لهذه الراويين الذين قبض عليهم الصحابة قال كثير قال ما عدتهم قالوا لا ندري قال كم ينحرون كل يوم قال يوما تسعة ويوما عشرا فقال النبي القوم بين التسعمائة إلى الألف فمن فيهم من أشراف قريش قال عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وابو البختر بن هشام وحكيم بن حزام وعدد أسماء كثيرة فقال النبي هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأكد أن أبا سفيان قد نجى بهذه العير لأن أبا سفيان انطلق وحده حتى ورد ما بدر فجعل يتحسس حتى سأل مجدي بن عمر قال هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبيني قد أناخى إلى هذا التل أبا سفيان جاء وأخذ البعر وفتته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب ثم رجع لأصحابه وخخذ بهم طريق البحر لما أقبلت قريش فنزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف رؤية فقال إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقضى إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم قال قتل عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وأبو الحكى بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش ثم رأيته ضرب في لبة بعيري ثم أرسله في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه فبلغت أبا جهل لعنه الله فقال هذا أيضا نبي آخر من بني المطلب سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا ثم أبو سفيان باحث إليهم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاه الله فارجعوا أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نريد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فانضوا الأخنس ابن شريق ابن عمر ابن وهب الثقفي وكان حليف لبني زهرة لما كانوا بالجحفة قال إن الله قد خلص صاحبكم مخرم بن أوفل وخلص أموالكم فأرجعهم كلهم فلم يشهد زهري واحد بدرا قيل إلا ما كان إلا بني عدي لم يخرج منهم رجل هذا قوم أبي بكر لم يخرج منهم أحد لأن كل قريش خرجت من بطونها بني زهرة عادوا مع الأخنس بن شريق بني عدي لم يشهد منهم أحد أما الباقي فقد مضوا طالب ابن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما رأى نفسه يعني تناجعه بين قتال النبي صلى الله عليه وسلم وترك قومه قال لهم إما يغزون طالب في عصبة محالف محارب في مقنب من هذه المقانب فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب لذلك اختفى فلا يعرف أين ذهب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله المطر فلبد لهم الأرض فكان لنبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت أقدامهم وأما قريش فكانت عليهم ولم تكن لهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة جعل النبي يكثر في سجود يقول يا حي يا قيوم ويلض بها صلى الله عليه وسلم قال له الحباب بن المنذر بن الجمح يا رسول الله رأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكاه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة بل فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل ننتقدم حتى نصل إلى أدنى الماء ثم نغور ما وراءنا من القلب ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال النبي لقد أشرت بالرأي المشركون لم يكن عندهم ماء ونبينا بني له عريش وجعل عنده ركائب صلى الله عليه وسلم حتى قال له سعد بن معاذ يا رسول الله يعني قد كان خلفنا قوم والله لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ولو ظنوا هذا ما تركوا جهاد معك فإذا أرات الله ما تحب وإلا ركبت هذه الركائب وعدت إلى المدينة عند قوم يحبونك ويردون نصرك صلى الله عليه وسلم نظر النبي إلى قريش فقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحدك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداة لذلك يقول النبي عن عتبة بالربيعة إن يكن في أحد من القوم خير وعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة قال حكيم بن حزام يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول انطلقنا أنا ونفر من قريش حتى وردنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي دعوهم فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل فلما أسلم حكيم فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني يوم بدر عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وهذه كانت عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه أنه يقول صحاب الجليل أنه يعني يقول البراء بن عازب استسقرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على الستين والأنصار نيفا وأربعين ومئتين فالصحاب هؤلاء كانوا قال في حقهم الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم نصرك الذي نصرت لي لذلك كان الله من حكمته أنه جعله يعني كل منهم ينظر إلى الآخر بقلة وإذ يريكوهم الله إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا لذلك الله يؤيد من أصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لذلك يقول الصحابة الجليل عبد الله لقد قلل في أعيننا يوم بدر حتى إني لا أقول رجل إلى جنبي أتراهم سبعين فقال أراهم مئة فهذا من تقدير الله كان هناك رجل يقال له عمير بن وهب الجمحي هذا الرجل يحسن الحرز وهو معرفة العدد حسب المساحة فانطلق حول العسكر بفرسه فقال لقومه عددهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أم مدد تأكد الآن أن لا يوجد إلا هذا العدد انظر ماذا قال قال ما رأيت شيء ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلاية تحمل المناية نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصاب منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم حكيم الحزام سمع ذلك أتى عتبى بالربيع يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الده قال وماذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمر بن الحضرمي الذي قتله عبد الله بن جحش قال قد فعلت ثم كان يخشى من قول أبي جهل فقال فأتي بن الحنضلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره لما جاء إلى حكيم يقول طلقت حتى جئت إلى أبي جهل فقد نثل درعا له فهو يهنئها أي يدهنها فقال يا أبا الحكم إن عتب أرسل إليك بكذا وكذا فقال انتفخ والله سحره حتى رأى محمدا وأصحابه والله لا يرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتب ما قال ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلت جزور يعني عددهم مئة وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه ثم قال لعامر بن الحضرمي أنشد خفرتك فقام فكشف يعني عورته ثم صرخ وعمراه وعمراه فحميت الحرب وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتب عتب لما سمع هذه الكلمة قال سيعلم مصف رسته من انتفخ سحره أنا أم هو ثم التمس عتبة بيضة ليدخل فيها رأسه فلم يجد فاعتجر ببرد له الآن انطلق الصحابة رضي الله عنهم يتهيأون كما تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لهم الآن انطلق النبي يصفف أصحابه ويعدل صفوفهم صلى الله عليه وسلم فجعل الأمر يعني يعدل ومعه قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال يا رسول الله جعتني وقد بعثك الله بالحق والعد فأقدني فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقد فاعتنقه فقبل بطنه قال ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضار ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير يقال النعوف بن الحارث وهو بن العفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال غمسه يده في العدو حاسرة فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش فداخله معه أبو بكر ليس معه غيرهما النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ كان واقفا على باب العريش متقلدا بالسيف لعله يعني يخشون أن يداهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يقول محمد بن عقيل عن علي أنه خطبا فقال يا أيها الناس من أشجع الناس فقال أنت يا أمير المؤمنين فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه ولكن هو أبو بكر إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دن أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما كثير الابتهال في هذا الموقف يقول اللهم إنك أن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض وجعل يهتف بربه ويقول الله منجز لي ما وعدتني اللهم نصرك ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منك بي فقال له أبو بكر يا رسول الله بعض منشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعد لذلك كان هذه من إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله في مقام الخوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل وانطلق الصحابة يضجون بصنوف الدعاء إلى ربس أرض والسماء فكان أول من قتل من المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزوم لأنه عاهد الله ليشرب من حوض النبي فتركوه حتى إذا وصل إلى قبيل الحوض ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دماء فجعل يريد أن يبر بيمينه يزحف حتى قتله حمزة في الحوض هنا حمي عتب ابن ربيع وابنه الوليد وأخوه شيبة فدعوا إلى البراج فخرج إليهم فتية من الأنصار وهم عوف ومعوذ بن الحارث وأمهما عفراء والثالث عبد الله بن رواحة فقال من أنتم قالوا رهتم من الأنصار قالوا ما لنا بكم من حاجة فقالوا أكفاء كرام ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا ونادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاء أنا من قومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي فأول موقف واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء وفي هذا جليل أنهم كانوا ملبسين لا يعرفوا من السلاح فقال عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب وعلي رضي الله عنهم خرجوا إليهم كل منهم قد قتل صاحبه إلا ما كان من عتبة ابن ربيعة وعبيدة ابن الحارث ولذلك كان يقول أبو ذا رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر علي رضي الله عنه كان يقول أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة هذان خصمان اختصموا في ربهم لذلك لما سقط عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ولما جاءوا به إلى رسول الله أضجعه إلى جنب موقف رسول الله فأفرشه رسول الله قدمه فوضع خده على قدمه الشريف وقال يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ثم مات فقال النبي أشهد أنك شهيد وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر بن الخطاب رمي بسهم فقتل قتل من الصحابة حارثة بن صراق أحد بن عدي ابن النجر وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فمات انظر إلى دور أمه رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله فقالت أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فليارين الله ما أصنع يعني من النياح وكانت لم تحرم بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي أهبلت إنها جنان ثمان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى صلى الله عليه ورضي الله عنهم النبي أول ما بدأ قال أكثبوه إذا أكثبوكم يعني المشركين فارموهم واستبقوا نبلكم النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعاران شعار للمهاجرين يا بني عبد الرحمن وشعار للخزر يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله وسمى خيله خيل الله وأيضا كان شعارهم يوم بدر أحد أحد وكان الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم عمر بن خطاب يقول لما كان يوم بد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابي وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداءه وإزاره ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا فما زال يستغيث ربه ويدعو حتى سقط رداءه فكان أبو بكر يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعده الله أن يمده بألف من الملائكة كان جبريل في خمسمائة مجنبة وميكائيل في خمسمائة مجنبة هذا هو المشهور ولما كان يوم بدر قاتلت شيئا من القتال ثم يقول هذا الصحابة الجليل علي رضي الله عنه في رواية يقول لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من القتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فجئت فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزد عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك حتى فتح الله على يده صلى الله عليه وسلم النبي الآن بدأت معركة بدر وبدأ الأمر كما قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر فلما خفق النبي وهو في العريش ثم انتبه قال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسيه يقوده على ثناياه النق يعني الغبار النبي يقول للصحابة والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقام عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمارات يأكلهم بخن بخن أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء قال ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة قال كلمة أخرى فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكان حميم يقول إني لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة وذكر عن عمير وهو يقاتل يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلى التقى وعمل المعادي وصبر في الله على الجهادي وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشادي النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قدم المدينة أصاب أصحابه وعكة فكان كثير من الصحابة يسبون كفر قليش حتى جاء الموعد الذي وعد الله أن يشفي قلوب المسلمين فلذلك كانت هذه المعركة من أعظم المعارك سماها الله سبحانه وتعالى فتحا وسماها فرقانا وسماها يوم الجمع ويوم الحدث الأكبر لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال علي لقد رأيتنا يوم بدل ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا وكان علي يقول كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي يقاتل في بعض الأحيان بنفسه صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى النبي قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق يعني الرؤوس واضربوا منهم كل بنان مما في صحيح المسلم قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا فنظر إليه فإذا وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك الأجمع فلما قال الصحابة رضي الله عنه للنبي هذا الأمر قال صدق ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين يقول رجل من بني غفار حضرت أنا وابن عم لي بدرة ونحن على شركنا فإنا لفي جبل ننتظر الوقع على من تكون الدبرة فننتهب فأقبلت سحابه فلما دنت من الجبل سمعنا منها حمحمة الخيل وسمعنا فارسا يقول أقدم حيزوم فأما صاحب فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك أيضا يقول بعض الصحابة من بني ساعدة يقول عن أبي أسيد مالك بن ربيع وكان شهد بدرة قال بعد أن ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر ومع بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمار هكذا كانت غزوة بدر رضي الله عن الصحابة وهي الوقع العظيم التي أرضى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حضرتها الملائكة حتى نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت وبالقتال رضي الله عنها يقول سهلا رضي الله عن يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا لا يشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف وهذا من قتال المسلمين رضي الله عنه حتى قال أبو واقد الليثي إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بد ليضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيف فعرفت أن غيري قد قتله وهكذا كما قال تعالى فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء فلذلك نصر الله سبحانه وتعالى نبيه بكل وسيلة لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أبو برد بن نيار لقد جئت يوم بدر بثلاثة أرأس فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أما رأساني فقتلتهما وأما الثالثين رأيت رجلا طويلا ضرب فتدهدها أمامه فأخذت رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك فلان من الملائكة نعم هكذا كانت بدر رأوا فيها الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر عجبا عجابا ورأوا في ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى كل خير وكل أمر عظيم لذلك كانت الرؤية عاتكة ورؤية رجل من بني المطلب كلها إشارات إلى ما سيقع لكن قضاء الله سبحانه وتعالى قد وقع فلا مرد له انظر إلى دعاء أبي جهل حين التقى القوم اللهم اقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح كما قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين فكان أبو جهل هو الذي دعا على نفسه لأنه كان يريد النصر لكن قال الله تعالى على لسانه الله منصر أعز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفريقين فنزل قوله تعالى إن تستفتحوا فلذلك كان النبي عز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفريقين صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذه الأمور ورأى بعينه ما سره الله سبحانه وتعالى به فلذلك كان أبو جهل يعني يريد أن ينطلق في هذه الحرب حتى كان من أمر الشيطان عندما هربه على صورة سراقة ابن مالك أبو جهل ماذا قال يا معشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة ابن مالك فإنه كان على معاد من محمد ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قد عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نفرقهم بالحبال فلا ألفين رجل منكم قتل رجل ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من ففارقتهم إياكم ورغبتهم عن الله والعزة ثم قال أبو جهل ما تنقم الحرب الشموس مني بازل عاميني حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي فذلك أبو جهل كان منه كل هذا الكبر لكن الله أذله سبحانه وتعالى نزل نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ بكفه من الحصى ثم قذفها على القوم وقال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها قال احملوا فلم تكن إلا الهزيمة فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم صلى الله عليه وسلم هذا من كرامة الله عندما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميه ولكن الله رمى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عين سعد بن معاذ الكراها لما أسر الصحابة المشركين فقال النبي كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر قال إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتل ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتل ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتل فإنه إنما خرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس والله لا إن لقيته لألحمنه بالسيف فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كنان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص أن يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق فقال أبو حذيفة ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه أبو البختري هذا من الذين رفضوا الصحيفة التي كانت على بني هاش لذلك كان النبي يقول إنه كان أكف القوم أو قال ابن هشام آسف قال ابن إسحاق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبو البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه فلذلك لقيه المجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن قتلك ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن المليحة وهو من بني لي قال وزميلي فقال له المجذر لا والله ما نحن بتارك زميلك ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك قال لا والله إذن لأمتن أنا وهو جميعا لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر لن يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيله فقتلا فقتله المجذر بن ذياد وفي ذلك يقول إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة أني من بلي أطاعنين برماح اليزني والضاربين الكبش حتى ينحني واعبط القرن بعضب مشرفي أرزم للموتك إرزم المري فلا يرى مجذرا يفري فاري ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فأتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته الآن أمية بن خلف هذا الرجل يقول عنه عبد الرحمن بن عوف كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول يا عبد عمر أرغبت عن اسم سماكه أبوك قال فأقول نعم فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيء أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف قال وكان إذا دعاني يا عبد عمر لم أجب فقلت يا أبى علي اجعل ما شئت فأنت عبد الإله فكان يقول هكذا فلما رأى عبد الرحمن منعوف يجمع الأدرع قال يا عبد الإله يقول أنا خير لك من هذه الأدرع يقول فأخذت بيده وبيد ابنه علي ثم قال أمية ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن يعني يقصد في الدياه يعني أفتدي بنفسي بلا الإبل يقصد هذا يعني اللبن يقصد بها الإبل ثم قال يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعام في صدره قال قلت ذاك حمزة قال ذاك الذي فعل فينا الأفاعي بينما عبد الرحمن يقود أليا وأمية إذ ببلان يراه وكان هو الذي يعذب بلال بمكة على الإسلام فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى فقلت يا بلال أبي أسيري قال لا نجوت إن نجى ثم صرخ بأعلى صوتي يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى فجعل عبد الرحمن بن عوف يكفهم عنه ثم شغلهم بابنه ثم قال له أبرك فإني لا أغني عنك شيئا حتى كان يقول رضي الله عنه رحم الله بلال قتل أسيري وفاجعني بأترعي مقتل أبي جهل لعناه الله كان يقول أبو جهل وهو في الحرب ما تنقم الحرب العوان مني بازل عاميني حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي لذلك كان يقول عبد الرحمن بن عوف أو يقول معاذ بن عمر بن الجموح يقول سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه فلما سمعتها جعلته من شاني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقها فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت المرضخة مرضخة النواة حين يضرب بها يقول فجاءني ابنه عكلمة فضربني على عاتقي فقطع يدي فتعلقت بجلدي من جنبي فأجهضني القتال عنه فلما قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها الآن جاء معاذ بن قتله معوذ ومعاذ بن عفر يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول بينما أنا واقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلاميني من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدما فقال يا عم أتعرف أبا جهد فقلت نعم وما حاجتك قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثله فلم أنشب أن نظرت إلى أب جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم اللذان تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل منهما أنا قتلته قال هل مسحتم سيفيكما قال لا فنظى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتل وقضى بسلبه لمعاذ بن عمر بن الجموح والآخر معاذ بن العفراء هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء لما انتهت الحرب قال رسول الله من ينظر ما صنع أبو جهل قال ابن مسعود أنا يا رسول الله فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال فأخذت بلحيته فقلت أنت أبو جهل فقال وهو فوق رجل قتلتموه أو بين رجل قتله قومه حتى قال في بعض الروايات قال ما أخزاك الله يا عدو الله قال وهل على رجل قتلتموه لقد ارتقيت مرتقا صعب يا رويعي الغنم فكان قطع رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يحلفه ثلاثا الله الذي لا إله إلا هو حتى قال نعم فقال النبي الحمد الذي قد أخزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة فكان أبو جهل قد قتل في هذه المعركة وفتح الله سبحانه وتعالى على نبينا بهذا الأمر لذلك بعض الصحابة كان يقول أنه مر بأرض فرأى رجلا يضرب رجل بقمقمة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك فقال رسول الله ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة فكان هذا الأمر هو الذي حدث له ذلك من العجائب التي حدثت في يوم بد يقول الزبي لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العص وهو مدجج لا يرى منه إلا عينه وهو يكن أبا ذات الكرش فقال أنا ابن ذات الكرش فحملت عليه بعنزة فطعنته في عينه فمات انظر إلى العجب يقول الزبي لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفه قال عروه فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله أخذه ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياه فلما قبض عمر أخذه ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن زبر فكانت عنده حتى قتل عمر بن الخطاب رأى رجل يقال له سعيد بن العص كلما مر به عمر وجد الرجل قد تغيرت نظرته قال إني أراك كأن في نفسك شيئا أراك تظن أني قتلت أباك إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة فعما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحت عنه وقصد له بن عمه علي فقتله أيضا من العجائب أن عكاش بن محصن بن حرثان الأسد حليف بن عبد شمس يوم بدر انقطع سيفه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فهزه فعاد سيفا في يده طويل القام شديد المتن أبيض الحديد فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين وكان هذا السيف يسمى العون يقول حتى أخذ سيدنا عكاش بن محصن قتله طليحة في ذلك اليوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب رد عين قتادة قتادة بن النعمان يقول أصبت أصيبت عيني يوم بدر فسالت حدقته على وجنتي فأرادوا أن يقطعوها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فدع بها فغمز حدقته براحتي فكان لا يدرى أي عينيه أصيبت وهذه من معجزات النبي رد العين ورد البصر صلى الله عليه وسلم لذلك قال عاصم بن عمر بن قتادة أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أي ما ردي فقال عمر بن عبد العزيز هذا والله الفخر لا قول أمية بن عبي الصل تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا وأيضا يقول رافع بن مالك عن أبيه لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خله فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعي قد انقطعت من تحت إبطه قال فطعنت بالسيف فيها طعنة فقطعته هذا اللي قتل أمية بن خله ورميت بسه من يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما أذاني منها شيء رضي الله عنه أبو بكر التقى بابنه عبد الرحمن فجعل يقول أين مالي يا خبيه قال عبد الرحمن لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضل للشيب فلذلك كان أبو بكر يقول هذا الأمر أنه يريد ماله وكان عبد الرحمن على كفر ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله بعدما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطرح رؤوس الكفر في بئر زمزم إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه فأقره وألقوا عليه من التراب والحجارة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قتل بدر من المشركين في القليب بعد ثلاث فقال يا أهل القليب والقليب هو البئر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قالت فقال له أصحاب يا رسول الله أتكلم قوما موتا فقال لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق قالت عائشة والناس يقولوا لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علموا هذا قول سيدتنا عائشة لكن أنس وابن عمر وعمر كان يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم فلذلك سمعوا أحياهم الله ليزدادوا عذابا في هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجبون لذلك قتاة يقول أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة ونداما هكذا هذا ما كان من أمر النبي لذلك قال سيدنا حسان عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب ثم قال فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجبوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا الحسيب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب لذلك ممن قتل أيضا كان من المسلمين لكن قتله المسلمون خطأا هو حذيفة اليمام بن أبو حذيفة رضي الله عنه عتبة بن ربيع سحب أمام ابنه إلى القليب وهو أبو حذيفة فتغير وجه أبي حذيفة رضي الله عنه فقال له النبي يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيئا أو قال صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجله أحزنني ذلك فكان النبي دعا له بخير صلى الله عليه وسلم الآن النبي فرغ منهم وانطلق إلى الأسرة واختلف بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم في كيفية تقسيم المغنائم وما شابه ذلك نجعلها في المحاضرة القادمة هذا وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر